اتهامات جديدة توجهها أنقرى لواشنطن تركيا ترى أن الوجود الأمريكي في سوريا غير صادق وله دوافع غير تلك المعلن عنها فوفقاً لوزير الخارجية التركي مولود شاوج أورلو الإدارة الأمريكية لا تسعى حقيقة لمكافحة تنظيم داعش وإنما تقوم بدعم الوحدات الكردية التي وصفها بالإرهابية وذلك بهدف تقسيم سوريا الوزير التركي شدد كذلك على أن واشنطن تنتهج سياسات أحادية ظهر أثرها على العراق وسوريا وأفغانستان ومن ثم دعا الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها بدلاً من إلقاء اللوم على بلاده على حد قوله تأتي هذه الاتهامات رداً على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ في سوريا حيث اتهم هو الآخر الجانب التركي بتقويض جهود مكافحة داعش من خلال عملياته العسكرية في المنطقة وفي هذا السياق كشف البنتاجون أن واشنطن ستبقي على 900 عسكري من قواتها في سوريا وعدل يؤكد أن المهمة الوحيدة للقوات الأمريكية هناك تتمثل في هزيمة داعش مما يستلزم بقاءها شمال شرقي البلاد وفي محيط قاعدة التنافأ في الجنوب الشرقي وبالرغم من تواصل تبادل الاتهامات بين الطرفين واستمرار التوتر تطمح تركيا إلى إبرام صفقة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة اذ طلبت شراء أربعين طائرة أمريكية من طراز F-16 ولا تزال هذه الصفقة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بانتظار موافقة الخارجية الأمريكية وكذلك الكونغرس الذي بوسعه تعطيلها وسبق أن حاولت أنقرة عام 2019 شراء طائرات F-35 الأمريكية لكن تم إبعادها من برنامج صناعة الطائرة بعدما اشترت أنظمة S-400 الروسية للدفاع الصاروخي خطوة اعتبرتها الإدارة الأمريكية أنذاك تهديدا لأمن الناتو